موسيقى السلام عليكم خوتي واشارككم بلابس بخير جينا نحكو علي الموضوع يونس بن علي يكتبوا لي بزاف التعليقات قالوا لي واسمو تكلمين على الموضوع هذا لان افسي نونت راهم اللغاء والعقدة التاعو او فسخوا له العقدة التاعو لانه جاي يلعب واسمو لالكان تاعو 17 سنة وزاد بعتلي اخونا عبد القادم نشكره على كل حال على هذه الصفحة هادية نترجموها هي بالفرنسي بسعانة تخرج لي بالالمانية لان تيريفون تاعي بالالمانية انترجموها واشي يقول لك يقول لك عار قرار افسي نونت انهاء عقد اللاعب الجزائري الدولي الشاب يونس بن علي 16 سنة لانه اصر على لاعب كأس افريقيا لامم تحت 17 سنة يونس بن علي بعد مغادرة النادي نونت انا احب اسمعهم لها هذا هو يعطي لهم رسالة انا احب افسي نونت انه نادي قلبي وتيحت لي الفرصة هذا العام لتمتيل بلدي الجزائر نستعرب به ليس للجميع ان يمتل بلدهم يعني قالوا مشي يعني طحت لي فرصة باش نمتل بلادي ويعني يحب يقصد بلي هذا حول مشي ممتلش الفرصة النام بورتلوكي هذه الفرصة لما نقدر شراطها في حياتي لم اكن يعني هنا يقول لهم لم اكن احترم النادي يعني قالوا مشي غير احترام للنادي قال لهم لقد قررت فقط تمتيل بلادي هذه هي قال لهم لقد يعني انا هنا اياه متلت بلادي ما مشي عدم احترام للنادي بلادي وكاين كان رح تنلعب الكان مع بلادي هذا هو ما في سخوله العقدة تقول لان ما كانوش حبينو يروح وهدي كان كما قلوه توقف دولي كما قلوه الكان تعوزمه تعالكبار ولا تعالصغار ولا هدي تابعة كما قلوه للكاف ولكن كما قلوه توقف دولي من عند الفيفا على هديك اللي باريخ زمب كيتسارال كان ما يقدرش باريخ زمب مانشيستر سيتي يمنع باريخ زمب رياض بحرز ولا يمنع لاعبين ولا ويسام يمنع برنارحمة كان لانها كان كان كاين توقف دولي بالنسبة للاعمار هادية كما كان توقف دولي بالنسبة للكال الوسمة الكبيرة هدي هنا النادي هذا نعاود نقوله لتصريحة جامال بلماضي ونتكلمه وش اللاعبين هدو ما اللي اهم يعانيו كين عاوودوا نقول له لتصريحة لعجامال بلماضي يقول لك باللي كان واحد النادي ما أحب بش يخلي اللاعب بش كما قلوه كيمت المتاخب كانوا داين مع حالاه كانوا داين مع حالة واقرووشا معهم بعد어주 بلاعقل معهم ويعنيا بالاعقل معهم وما قلق ضرب معهم ضرب مع النادي تعو هنا تقدر تقول تقدر تقول الحجام هو اللي يدارب مع النادي تعوتع واسمهم أفسي نانت لأنه يلعب تماما أو هو كان يهضر على واسمه على بوعناني لأن بوعناني قلت لكم بوعناني شايبي شايبي لأن شايبي لا تشفوا الاتحادية بعثت له الدعوة باش يجي في طاربوس اللولاني ذكره وجابس على اللي قبل هدايا ما قبل ولوش باش يجي فهنايا نعرفوا بالليل عندي يا مادام تحدث جمال برماضي على هات الشي مع لاعب واحد اخر اللي تمثيل دوالي دوالي يعني من الاكابر باش يجي المتخب الدار معاهم محبوش قال لك محبوش بزا وزيدوا تشوفوا نونت باريزوب يفسخ العقد بتاعوا مع هدا اللعب هدا يا هايلك هايلك الامور اللي راح نتكلم فيها بزاعة على كل حال فرنسا يا أخوتي مشكل فرنسا مشكل وحنا في باريزوب كان بعض اللاعبين ولا يلقى يتأخر ولا تلقاها باريزوب يصروا ولو أمور ولا ومازال ما الجاش ورنسا يقولوا نو هادك حركي وبابا حركي ودكيرهم يتكبروا على الجزائر ولازم تكون كلمة وصارمة ويجي ديريكتو هاو تفيل هذا يا راكوا تشوفوا اختار الجزائر وجاي العب كما يقولوا الكان ربي يوفقهم إن شاء الله جاي العب الكان مع مع الجزائر راهم وقفوا دكاره بلا نادي دكاره بلا نادي هذا مشكل بالنسبة اللاعب أنه يبقى بلا نادي يقدر يلقى يقدر ما يلقاش يطول من يجي يلقى نادي يهتم به نادي يصدوه في عمره 16 سنة يعني ما زره في التكوين 16 سنة ما زره في التكوين يعني ما زره كما يقولوا في النادي كما يقولوا بي مشي في في لقى ولا لمهارات ولا يقدر نادي واحدة أخر يديه ولا غير إذا كانت عنده معرفة يجري منا ولا ملا بشي يلقى نادي واحدة أخرى وأنا نتمنى على كل حال يخرج من فرنسا تحدثوا في هذا الموضوع هذا شفتوا العندية شحال تضغط على اللاعبين تواحهم سواء أولمبيكلية وتضغط على اللاعبين سواء العندية الفرنسية ومشي غير في أمر هما في أمر تعنوه ويكملون وما يحبونوش يحبوه ما يحبوش للعبين ده يروحوا يلعبوا الجزائر أو يروحوا يلعبوا الجزائر للقيمة السويقية زيما هما يحبوه بارنقزونب يبقوا في المنتخب بتاع فرنسا بتاع الأساغير ويجيبوا بهم حتى يقولوا في عمرهم 24 سنة مزارهم يلعبوا ما زال ما يدخلوش في المنتخب الفرنسي الأول بصحي يبقى المهم في المنتخب الفرنسي وما يلعب في حياته وقع في المتاخب الفلنسي الأول ولكن يبقى في عمره 24 سنة مزارة وفق 17 و 18 و 19 و 20 نركوا فاهمين فهنا يقول لك للقيمة تسويقية تاحهم المناجر تاحهم كيحبوا يبيعهم كيحبوا كده وكيحبوا كده كيحبوا كده هم يخموا على المصلاحات تاحهم وما يهمهمش اللاعبين تواعنا يجعلون ضغوطات ويجعلون ضغوطات على هذه الشرق الشباب ينشر لك علامة الجزائر وخطرات كيما قلوك نضعهم مشجع الجزائر، او يجعلون علامة الجزائر ويجعلون علامت الجزائر أصلاح يصوّر علامة الجزائر ومعالخ يزال ونتسوّر أن يتشغل راقّه في الجزائر وهذا يسبب لهم مشاكل يسبب لهم مشاكل في العقد التاحهم وتكلمنا في عدة مرات على هاديك اللي الإنسان ما ينومش اللاعبها ركوشتوا بعينيكم سمعتوا بالماضي واشقال لكم على اللاعب اللي ضارب مع النادي التاعو وسمعتوا والصراء العوار كيفاش يراهم يصبوه فيه وكذا وكذا وسمعوا ركوشفتوا دكا بعينيكم لقى في عمره 16 سنة ما رحموش يعني على بقى تلغين تاع عقبت على اللاعب تاع كديرك وهانا يقدر يرفع ليهم دعوه ثاني يقدر يرفع الدعوه للنادي ثاني يعطوا لهم تعويضات عليش يعطى لهم تعويضات مع laisser تعويضات اذا لاب يوم بغاولك وسيترفع الدعوة يكن لايب عندو عاقد احترافي لان العقد لازم يحترم من الطرفين العاقد يحترم من النادي ويحترم من اللاعب ما شي..أي وقت اذا يجي تلغين للعقد التاعي تقدر وتلغيلي العقد اذا ك pytanie كانوا يلغيوا العقد التاع ويقولوا له خلاص انت لعب حر ماشي هكذا تلغي العقد فهمت المقصود التي حبيت النظر في كلمتها عن العقد هذه العقد ماشي للاعب ما يقدرش يلغي العقد والنادي ما يقدرش يلغي العقد يقدر يلغيه صح ولكن كما قولوا تقدر تشكي به و تشكي به يعطي لك المستحقات التاع يجب ان يرجعوك لك المستحقات التاع كنت بقى خالص عيد العقد في 4 سنة تحت ريح كما قال في الكلمريه مع ريال مادريد وخالص قانونيين يخلصوك في هذا الامر بس انت كما يقولوا ارق صغير المشروع التاعك الرياضي هنا انا انتمنى من اللاعبين انت واناو صورتوا اللاعبين اللي مختاروا المنتخب او حتى اللي مختاروش المنتخب وراه في نيتهم يختاروا باريزومبي مثل الجزائر ونتمنى انهم يدوا ولادهم اللي عندهم ولادهم أنا باريزومبي على النار نقول باريزوم كما واسمه كما بوعناني ولا شايبي شايبي نتمنى ان شاء الله انترك فرانكفورت تجريمه وراه كدامنا هو دجارة وحايبي يروح هو اولا دجارة وتشوفه عام اللولان يتاعوا معه واسمهم مع تولوس جاه عرض هذا يراهوا قبل به النادي اللي يراهوا يطلب اموال و لازم تزيدونا و لازم تعطونا 15 و لازم واسمهم اف سي فرانكفورت اقول لكم فرانكفورت انا محابين يمدوا فيه بين 9 ملايين و 7 ملايين حتى 9 ملايين فتشوفوا باللي شايبي راهوا ما رقم عراسه حاب يخرج على البكري ما قالكش ما هو تسمى العام اللولاني التاعي معه فاريزومت معه معه تولوس نكمن نزيدنا العاب و نزيدنا نطور و نزيدنا نوع البكري جاتوا فرصة اول عرض قبل بهديرك مباشرة والمانيا انت من الاولياء اللاعبين هادوما يشوفوا اليمانا يتكلموا مع المناجرة اولادهم ويحاولوا يشوفوا الهم اندي في المانيا يروحوا يطوروا ألمانيا كورت قادم ألمانيا تلعب بدون ضغط تماما علش تكلمت في هذا الموضوع عدة مرات ألمانيا هي سوق تحويلات تجيب لاعبين شبان مواهب وتحطهم في وضعية مريحة في البغطة والتيحهم اللي اللعبوا بدون ضغوطات لان على بالكم بالباير كل عام تدي الدورة يعني ما رحش يلعب على الدورة هاي اللعبوا بدون ضغوطات اللي يبرزوا وتموا و ينجحوا وتموا يحولوهم الى انجلترا يحولوهم الى اسبانيا يحولوهم الى ايطاليا بأموال قائلة يعني يجيبوا لعب مليون ما على باليش 800 الف مليون يدوه الدورة الالمانية يلعب عام عامية يبدأ يتطور يبدأ يقدم في الآداء حتى تسمعوا به بالليرام يبيعوا فيه 60 مليون و عندهم عدة 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 عمثلة منهم هالاند منهم بزاف بزاف لعيبين فانتم منهم الاولياء يحولو كيفاش ميخلوش ولادهم يدعوا لي انصورتو اللي يختار المنتخب الوطني راح يعانيوا يعانيوا راحوا تشوفوا حجام كيفاش عانوا سبط رمضان ما رمضان هذي قاع مكانش منها و داي لهم سبط رمضان ما كانش قاع منها و راحوا تشوفوا كيفاش عانه حتى الفينال ما لعبوش شايبيرا هو كيما قولوا النادي مدى به يبيع النادي بايم كيجاه عرض اول عرض والنادي قبل و ضمون دا السومة النادي مدى به يبيع واللعب تانيك مدى به يروع يعني شايبير يسلك لها بوعنا نيه في الدور الفرنسي مع نيس نيس ما رهي تتعامل مع الجزائريين شوية على كل حال عندها خلفية نيس تعلي ما تحبش تخلي اللاعبين يروحوا في فرنسا حتى في فرنسا حتى تعنابولي يعني اللاعبين عندهم مشكلة الافريقية دائما عندهم مشاكل صورته الجزائريين تاوانا مشبعين هم مشاكل فانت منى حتى البوعناني انت بوداوي مان بوداوي انت منى ان ان شاء الله تانيك يزيد اخر بوداوي مليح لقى الدورة الالمانية نعطيها بوداوي مراوش مشكلة بوداوي كما يقولوا من البطولة تعنا ولكن يروحوا داخل فلاب ماذا بشي بيرياش في فلو ساعدك البلاد العنصريين يرفض كابتو بوداوي اي دلقت المانا جتع كيفاش يوصل لك الالمانيا غير روح الالمانيا تتطور تما انتيكو بيان فهم والبوعناني تانيك يتمنى ان شاء الله يلقى كاش نادي ولا في المانيا مدى مراو صغير 19 سنة غدوة من غدوة تلقى بوعناني نورمان 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 جانح ايمن في باير ميونيخ بعد عدد ان يروح بل اي نادي بوعناني يروح لأي نادي في وسمه في المانيا ويمدى الاداءات اللي رو يمد فيها ويزيد الطوال من روحه يلقى الانجليز اللي تحطى دراهم كبار وتمنع الطريق على الباير لان دوريات الانجليزية تدفع دراهم في السوق تحويلات كتر من الالمان بدات يعني الباير ما تدفعش مية وعشرين ميتين تلتمية يعني الباير كي كانت الريال والبرصة تدفع سبعين ثمانين تسعين مليون في اللاعبين وما كانوا يجيبوا لعبين اغلى صفقات تاحهم ثلاثين مليون هذا وش نقدر نقول لكم في هذا الموضوع راكم تشوفوا العنصورية ما قلت من اللاعبين تن Keller النابات يجب مع عامارو 16 سنة هذا ما كان من هاتن تمنى الربي يوفقك والربي يفتح النادي من النادي من الموت من أحسن اللاعبين من هاتن تمنى لك من أحسن اللاعبين في العالم كما صارت من مرسيا مع رياض محرز قصة قصة اللي تمسخروا بيهم بحده ولو يعيروا فيهم في الصحفة الفرنسية جبدوا لهم تصريح حتى حملة قديمة قالوا لهم ما وليكوشكتوا تهضروا على رياض محرز شوفوا الراهويلة في أعلى مستويات ودودها أحسن لاعب في الدورية الإنجليزية الممتازة هذا وش نقدر نقول لكم في هذا الموضوع خوتي وعلى بالكم فرنسا فرنسا وتبقى فرنسا وحق إلى الآبد وننطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام